طيب مصدر رفيع المستوى بيجدد التأكيد على ان مصر قامت بتحذير اسرائيل من خطورة التصعيد وتداعيات وعلى الاوضاع الانسانية في غزة تعال نشوف الاسرائيليين بيقولوا ايه وسائل الاعلام اللي عند هذا الكيان المحتل الغاصب الغاشم الجائع المتعطش دائما للدماء بيقولوا ان الفرقة 98 الاسرائيلي بدأت عملية برية في جباليا زي ما كنت بقولك شمال قطاع غزة وده تقريبا بعد ليلة من الهجمات المكثفة حامية الوطيس هذا الجيش من القتلة قصف اكتر من مئة هدف في المجال الجوي لمخيم مئة هدف في مخيم والاليات لازالت تحيط بهذا المخيم يا ترى هل ترى ماذا يحوي هذا المخيم يعني اي خطورة داهمة على العالم وعلى البشرية في جباليا تدفع ان انا اعمل عملية رشق وهجوم لليلة كاملة وضرب من وجهة نظرهم هم بمنطقهم قالك مئة هدف ايه هي بقى الاهداف ما تقولولنا ايه الاهداف اللي في مخيم مخيم يعني مدنيين مخيم يعني نازحين مخيم يعني ناس لا تجد لنفسها مأوى دا معنى كلمة مخيم ايه بقى الاهداف عمرك ما هتجد اي اجابة من هذا الجيش من القتلة وعمرك ما هتجد استهجان للأسف الشديد من المجتمع الدولي مجتمع الدولي هنا مش بكلمك على الرأي العام الدولي وارجوك فرق ما بين الاتنين صناع القرار في مختلف عواصم القرار الدولي بيتفرجوا كأنه مفيش حاجة عادية الغريب بجد مش هزار واللي بيدعو مش بس للدهش لكن يدعو فعلا للإشمئزاز هو انه هذا المجتمع الدولي انقام بانتقاد انما ينتقد المقاومة ويترك القتل المحتلين يعني وكأنه المجتمع الدولي ده بيتناسى عن عمد ويريد فرض سردية علينا بانه الاحتلال شيء عادي عادي مع انه العكس صحيح من حق الشعوب المحتلة يعني التي تم احتلال اراضيها بان تقوم المحتل وان تفعل كل ما تستطيع لاجل اجلاءه عن اراضيها العالم بيعمل العكس فالامريكان يبعثوا 26 مليار لإسرائيل ما تبعث لفلسطين هو مين اللي محتل مين مين اللي بيدرب ومين اللي بيدرب مين اللي بيدبح ومين المقتول مين طيب معايا من الضفة الغربية سيد أمير مخول الباحث في الشأن الإسرائيلي أهلا بيك سيد أمير أهلا بيك مخول أمير مخول أهلا بيك أنا آسف على الخطأ في النقل أهلا بيك سيد أمير يعني كيف ترى هذا الاعتداء الصارخ ولو مؤخرا على مخيم جباليا بمئة استهداف في صورة كما وصفها الإعلام الإسرائيلي للأسف بأنها مئة هدف أي هدف موجود في جباليا كي يتم استهدافه وإلى أي مدى سوف ينظر العالم أنا ضد فكرة الكلب ميكيالين العالم لا يكيل بميكيالين ولا حاجة العالم بيكيل بميكيال واحد دائما ألا وهو النظر للشعوب العربية والنظر لفلسطين وكأنها غير موجودة والنظر لإسرائيل باعتبرها دائما ضحية ويجب الدفاع عنها يعني أتفق تماما أتفق تماما أن العالم يكيل بميكيال واحد وهو ميكيال أو الميزان المائل تماما والذي يحول الضحية إلى جلاد والجلاد إلى ضحية لكن ما يحدث في جباليا هو له وجهان باعتقادي واحد هو أنه انتقام من الإخفاق الذي حصل والإخفاق الكبير الذي بعد أن تبجحت إسرائيل والجيش والحكومة ونتمعه بأنه تم القضاء على كل تواجد لحماس والتصائل والكتائب والقسام في هذه المنطقة عادت الأمور لتنبعه من جديد كما لو لم يحصل شيئا لكن في المقابل أعتقد مهم أن نرى بأي اتجاه يتم التهجير وهذا أحيانا مؤشر أنه يتم التهجير غربا في هذه المنطقة وهي المنطقة التي خصصتها خطة جلند في حينه قبل ثلاثة أشهر أن تكون نوع من مشروع تجريبي للسيطرة على المساعدات وتوزيعها والإدارة المدنية عملياً الإسرائيلية في غزة فإن التهجير الآن يجري باتجاه الغرب وعملياً يصبح كل مسألة الميناء العائم الأمريكي بحراسة إسرائيلية تصبح له كما يبدو وظائف غير معلنة باتجاه التهجير أعتقد نواية التهجير لم تهدأ بعد نواية التهجير باتجاه الحدود المصرية باتجاه سيناء تراجعت فيها إسرائيل قصراً منذ المرحلة الأولى في الحرب على غزة حين أرادت أن تحول بتأييد وبغطاء أمريكي ودولي تحول رفح إلى محطة للتهجير السكان الغزيين وتفريغ غزة من سكانها باتجاه سيناء لتأتي البوارج وتحملهم إلى اللجوء الآن يجري كما يبدو الاتجاه هو أيضاً الآن لا يزال النواية قائمة لكن الاتجاه هو من خلال الميناء الذي تم بنائه طبعاً هناك اعتراض عربي وقوي ومصري وخليجي ومختلف وأردني طبعاً في هذا الصدد وهناك رفض للفلسطينيين أولاً أنه يتركوا البلد والأرض حتى لو كانوا نازحين فيها لكن هذا كما يبدو هو المخطط وهذا ما يرشح أكثر بأكثر مع تعثر الأهداف التي أعلنها الاحتلال لحربي والتي لم يحقق أي منها الأهداف الرسمية لذلك لجأ إلى أهداف أخرى وهي السيطرة الكاملة التحول إلى احتلال مستدام لقطاع غزة وأيضاً لتقليل عدد السكان وتغيير تركيباتها السكانية والجغرافية بشكل كبير جداً حتى لا تعود غزة كما كانت عظيم جداً أشكرك جداً سيد أمير مقول الباحث في الشأن الإسرائيلي محدثنا من حيفا فلسطين ترجمة نانسي قنقر